تسأل أن حكم النفخ في الإناء تقول وإذا كان النفخ في الإناء لأجل طفل صغير يعني أحاول أنني أبرد له الطعام أختي شيرين بارك الله فيك أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفخ المسلم في الطعام أو في الماء أو في الإناء عموما هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وجماهير أهل العلم يحملون هذا على الكراهة يقولون مكروه كراهة تنزيهية والسبب أنه مما يستقدر فلو أن شخصا نفخ في إناء ما أحد أكل من هذا الإناء ولا أحد شرب في هذا الإناء هذا من حيث الأصل أما إذا كان الشخص ينفخ لنفسه أو لطفل صغير يظهر أنه لا حرج في ذلك لأن الإنسان لا يستقدر نفسه ولا ريقه ولا سؤره ما يستقدر ذلك ولذلك إذا نفختي لتشربي نفختي في الماء نفختي في الشيء الساخر لتشربي أو الطعام الساخر لتأكلي لا حرج في ذلك جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب والطفل الصغير كذلك يعني عندك طفل صغير وهناك طعام ما استطعتي تبريده إلا بالنفخ ما في بأس في مثل هذه الحالة ترجمة نانسي قنقر